اهلا بحضراتكم من جديد وما زلنا بنستكمل نهار جديد وقول فقراتنا الحوارية اللي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو طبعا ازاي نحمي نباتاتنا المنزلية وطبعا الزراعات وخاصة لو كمان زراعة فوق الاسطح من موجات الحرارة اللي احنا بنمر بيها يعني مما لا شك في ان بقى للأسف كل سنة بتزيد الحرارة اكتر من السنة اللي قبلها في تغيرات مناخية واضحة جدا ما بقيتش علينا احنا الوحدين انما كل دول العالم بتتأثر وبالدليل ان احنا طبعا كلنا شفنا وحضرنا زي دلوقتي كان فيه مؤتمر المناخ كوب 27 وزي كان بيتكلم انه فيه توجهات عالمية وتكاتف من كل دول العالم ازاي نحاول ان احنا نخفف من تأثيرات هذه التغيرات المناخية ولكن طب احنا في الفترة دي بقى لحد ما يحصل اي يعني النهاردة مقترحات وطبعا ما يضعوا اي حلول يعني نتعامل ازاي مع الزراعات المنزلية نقدر ازاي ان احنا نحافظ على واحنا كمان بنختار من قبل بقى ما نشتري واحنا بنختار الزرعة اللي بتتقبل الحرارة او اللي بتكون نباتات ظل او نباتات يعني خارجية خارج المنزل نتعامل معها ازاي هل دي معامرة ولا يعني فيه رأي فيه تسميت فيه كيمويات فيه حاجات هنحطها نحطها امتى وازاي امتى اعطش وانتى ما فرطش في المية اكتر فتفاصيل كتيرة جدا خاصة بالزراعات المنزلية النهاردة مع ضيفي العزيز وشوفنا ونهارنا في الستوديو اللي هيجاوب على الكثير من التساؤلات المهندس عبد الرحمن احمد خبير زراعة الاسطح والهندس كيف اهلا بيك يا فاندوم مرحبا بيك اهلا يا فاندوم ازاي حضرتك طبعا يعني واحدة من الحاجات اللي حضرتك من ما شاء الله متقلق دايما فيها وهي زراعات الاندس كيف وزراعة الاسطح لو حبينا نتكلم بداية كده يعني اهمية تربية النباتات في المنزل وخاصة لو فيه بقى كمان زراعة اسطح بسم الله الرحمن الرحيم نتفق على ان الزراعة تساوي حياة ولا حياة بدون زراعة لذلك يحتاج الانسان في حياته الى غذاء الروح غذاء الجسد العلاج نعم غذاء الجسد بيتمثل في المأكل والمشرب وده برضو الزراعة طيب غذاء الروح يستمتع الانسان برؤية النباتات المزهرة والغير مزهرة النباتات ذات الالوانات الجميلة فيجد نفسه في راحة نفسية انسجامية خاصة اي انسان بيحب يعني يقضي الوك اند بتاعه في مكان في زراعة حتى العلاج النفسي لابد ان يتوفر مكان زراعي حتى ينظر اللي بيتعالج نفسيا الى الزراعة فبتوفر عليه جوانب عديدة جدا ويرجع الى حالاته الطبيعية تانية الثالثة العلاج احنا عندنا النباتات الطبية العطرية العديدة اللي بتتمثل فيه اشياء كتيرة جدا بردقوش نعناع ريحان حاجات كتير روزميري حاجات كتير جدا النعناع مثلا احنا بنتكلم على الجانب الطب كمان النعناع مهدئ للقولون مهدئ للمعدة للامعاء بيفرز هرمون السعادة اللي هي السيترونين فتجد الانسان في حالة انسجامية غير عادية ساعة ما بيشرب النعناع خاصة لو كل ده بقى انا زرعته على السطح بتاعي فبيتتوفر كل هذه النباتات الجميلة مأكل ومشرب وعلاج لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بإيه إذا قامت القيامة انتهي الكون كله بقى وفي يد أحدكم في سيلة فليغرسها الحاجة الوحيدة اللي يبقى عليها الإنسان أو التعايش أو ما إلى ذلك أن تكون في يده في سيلة فليغرسها نظرا لأهمية النباتات في حياة الإنسان وده تدل على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغرسها رغم أنها مش هتتبقى لأنها النار لا تبقى ولا تزر أو يوم القيامة في حياة جديدة تانية إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية النباتات قال وفي يد أحدكم في سيلة فليغرسها يعني عليه أفضل الصلاة وأكم التسليم وفعلا الزراعة يعني واحدة من الحاجات اللي مليانة فوائد عظيمة جدا زي ما حداك أشارت مأكل ومشرب ومش بس يعني زي ما الناس فهم أنها بتجيبها ديكور وشكل جمالي في البيت إنما لأ أنا كمان ممكن أستفيد وابقى في اكتفاء ذاتي للعمارة كلها أو للبيت كله من الزراعة المنزلية طيب خلينا بقى نصل بقى لمرحلة الشراء يعني أنا بقى رايحة أشتري ورايحة أختار في ظل الظروف الصعبة دي والدرجات الحرارة والموجات إزاي أعرف أختار النبات اللي هو بيتحمل درجات حرارة أكتر عرفوا مني أنا عندي نوعين من النباتات بتعيش إن دور داخلي وخارجي العوامل الجوية عندنا معتدل جو معتدل جو فيه بروضة جو فيه حرارة غير عادية الداخلي أنا دايماً بوفر له الجو اللي هو الملائم لي خاصة اللي في التكيف دايماً التكيف بيسحب الرطوبة والنبات في أشد الاحتياج للرطوبة صحيح فإحنا بنعمله عملية بخر عن طريق الرش النباتات ونراعي حتة الإيه المية تاني حاجة الجو المفتوح الجو المفتوح عندي فيه مكان فيه شمس كتير ومكان فيه شمس ومكان ما فيهش شمس المكان اللي فيه شمس إحنا بنختار النباتات القوية اللي تتحمل الشمس زي نباتات الجهنميات مزهيرة جداً وشكلها رائع وتتحمل الشمس أكتر العوامل الجوية خاصة حرارة الشمس القوية وكلما تم تعطيش الجهنمية تد ظهر أكتر وحتى اللي يسافر أو اللي رايح يقضي الويكيند بتاعه في أي مكان يطمئن الجهنمية تعيش معاه شهر دون ماء طب اللي بيرشها على طول ده كده معنى كده أنا ممكن يقتل الزرعة ولا فقط التزهير فقط هو اللي هيقل آه التزهير فقط اللي هيقل لكن مش هتتأثر الزرعة أو تضر لكن أنا برب الجهنمية للظهرة الجميلة بتاعتها فالظهرة الجميلة ما بتطلعش إلا من خلال العطش الصبرات نفس الوضع بتحب العطش عندي صبرات من نوع مظهر زي الأوفيربيا مثلا الأوفيربيا دي عبارة عن مجموع صاق ومجموع خضر جميل جدا يضاف إليها الظهرة الجميلة الظهرة الحمرة والحمرة الفوشية واللون البرتقاني واللون الأبيض فده طبعا من الصبرات الجميلة اللي بتتحمل العطش دايما أختارها في الظروف الجوية بتاعتي اللي أنا شايف إن الجو فيها هيكون في البلكونة بتاعت دية إبلي فهتكون الحرارة عالية جدا فاشتري أنواع تتناسب مع المكان والجو بتاعي طيب في مكان مظلل اتجاه بحري زي الشفليرة ده بتعيش كويس جدا لكن لا تتحمل الجو الحار أو الشمس زي ما الجهنمية لا تتحمل الزل شفليرة 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 ده نباتات من نباتات الجميلة جدا شكلها جلد رائع أغدر مع أصفر مع أبيض تدي شكل ممتع جدا ده عديد دراسينا شفليرة يوكا ده الزرع اللي هو الأغدر مش مزهر لا مش موزل مش موزل دي بتعيش في الماكن نية زي ما حالك يقول كده بحري شوية أو مزللة شوية مكان مزلل مش عايش شمس كتير جميل لكن يعني أحدد المكان الأول مش مهندس وبعدين بناء عليه أختار الزرع بتاعتي أنا أنا شقتي بقابلي شقتي بحري روف بتاعي عليه شمس طول النهار أنا عندي جاردن في يعني مش وصل لها شمس على حسب المكان بتاعي أقدر أحدد أنا أختار إزاي الزرع بتاعي آه تمام كده لأن أي مكان لا يحرم من الزرع داخلي جو مزلل جو ما فيش شمس جو في شمس معضل جو في شمس قوية كل هذه الأماكن يتحط فيها زرع نعم ولكن أختار المكان الأول وبعد كده أشتري الزرع بناء عليه طيب إزاي برضو أنا عندي الزرع بتاعي يعني أعتني بي يعني ما خلهوش يعاني من الحرارة إيه التفاصيل اللي ممكن أعملها مع يعني الزرعات أو النباتات المنزلية عندي عوامل عديدة تحمي النباتات من حرارة الشمس العالية جدا أولا إحنا نتفق على إن إذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده انقلب إلى ضده نعم فالشمس النبات محتاجها ومحتاجها ضرورية نعم إلا إن قوة حرارة الشمس بتؤثر على النبات تأثير عكسي طيب أحميها إزاي لو أنا برب في البلكونة عندي أو في الروف البلكونة فيها زوايا عديدة الشمس بتيجي فيها لفترة معينة أو بتيجي فيها فيها مكان مزلل أبدأ إن أنا أحاول إن أنا أواري النباتات دي من الشمس العالية جدا خاصة لو نبات أنا حابب أحطه في مكان وأنا ما عنديش اللي جوه كل شمس فطبعا اليوم مش كل شمس في صباح باكر وفي بعض العصر فيتحمل أي نبات هذا الجو إلا إن لو أنا حبيت أواري من الشمس عندي حاجة تانية وخاصة قروف في حاجة اسمه شبك مزلل الشبك ده بيتفرد في مسام مفتوحة كده بتسمح مثلا بخمسة وعشرين في المية من النفاذ الضوئي أو خمسين في المية أو خمسة وسبعين في المية أو ما إلى ذلك الشبك ده خلي أنا زارح خضار عندي على السطح وعايز أحميه نباتات زينة وأنا حاجات أنا حبيبة وشايف إن قوة الشمس دي هتحرمني من النبات ده أظل والشبك ده مش غالي يعني مثلا عشر جنيه المتر خمسة شر جنيه أقوى حاجة وأفضل حاجة شبك اللي معينا في الصورة كده هزي الشاش زي الشاش زي الشاش بالزبط كده فطبعا ده بيبقى جميل جدا 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 في إن أنا بفرشه وخليه النبات فوق النبات بحيث إن يقل حرارة الشمس عن كل النباتات اللي أنا عايزها سواء كان فاكهة أو خضار أو سواء كان نباتات زينة فأنا عندي ده الظل بيحمي شوية أو إن أنا أتعامل مع صوبة الصوبة ديت لو حبيت أزرع نباتات ففي صوبة بتتعامل بخلايا تبردية بتبقى كويسة جدا بتوفر درجة الحرارة المناسبة للنبات بس غالبا كله إن أنا اللي في متناول الجميع اللي هو الشبك المزلل اللي بيحمي النبات من حرارة الشمس القدر لكن ما يدرش إن النبات يفضل تحت الظل ده لا بيفيده جدا لأنه هو بيدخل النسبة بتاع الشمس اللي أنا عايزها 25 50 75 أو ما إلى ذلك قوة الشمس اللي أنا عايزها اللي محتاجها النبات ده أنا بشتري على حسب المسام اللي موجودة في الشبك المزلل ومنه الأبيض والأسود والأخدر بيبقى جميل جدا وشكله حلو وحتى كمان أنا لو طلعت أو جالي ضيف في الحر بعرف إن أنا أقعد تحت أعرف منين إن الزرعة دي بتعاني من الحرارة أو من يعني حسن هي هتموت أو إن هي عطشانة أعرف منين بعرف أول ما ببص عندي حاجتي أول حاجة ببص ألاقي فيه إجهات حرارة على الورقة زي ما يكون عطشانة أبص كده أطلع أبص ألاقيها كده فيها زبول فأعرف إن فيه حرارة شمس عليها قوية جدا طيب أعرف من ناحية تانية الطربة لإن هو إحنا بنسئ النبات لي علشان نسبة البخر اللي بتطلع من النبات أو البخر اللي بيطلع من الطمية نفسيها فبالتالي أنا بروحة سئ ولذلك أنت في شتا ما بتسئش كتير فالحر بتسئ كتير ليه؟ نسبة البخر الموجودة في الجو اللي هي بتحدد إن أنا إمتى أسئ فالجو حر أخش ألاقي النبات بتاعي في زبول يبقى أنا كده عرفت إن فيه انبعاث حراري خل الزرعة في عدم رونقة فيها زبول والطمية بتاعتها بتبقى نشفة وبتبقى ميلة لإنها إيه فيها إيه يعني بحس إنها كده بتموت لكن ده سرعان ما الحرارة بتقل وبترجع إلى رونقة الطبيعي التاني جميلة فيه جوز إيه بقى أبا شموهندس هي مهمة جدا وهي الرأي أو المية الكمية اللي بيحتاجها الإجنبات إيه يعني خاصة مع الموجات الحرارية اللي زي دي فيه ناس بقى يعني يقولك مع الحار بقى إيه سي بقى ودي بقى المية على قد ما تقدر هل ده غلط يقزي الزرعة أكتر ولا بالعكس هو محتاج زي ما حدك قلت كده بيتبخر منه طول الوقت المية السؤال ده بيجيلي كتير جدا 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 فيه ناس بتحب النباتات بتروح تشتريها بتقعد عنده في البيت فبيفاجأ بعد شهر إنها النباتات دي بتموت بعد كده بييقس اشترى مرة اتنين تلاتة بقول لأ خلاص كده أنا مش عارف أتعامل مع النبات بالعكس الموضوع سهل جدا 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 النباتات أما بشتريها أعمل حسابي على إن أنا أول حاجة أتعامل مع الري بتاحها الري بتاحها في الشتاء غير الصيف أو ما بينهما الشتاء وليكن أنا بسقي مرة كل أسبوع أو عشر تيام الصيف أنا ممكن أسقي مرتين في اليوم في الحرارة العالية دي مرتين في اليوم مرتين إمتى بسقي في قبل طلوع الشمس وبعد غروب الشمس قبل طلوع الشمس لأن أنا بسقي في جو ما يكونش فيه الزرعة واخده كم حرارية وإلا بينطبق على الإنسان إن أما بيرجع من عمله أو بيرجع من الشارع ما يقعدش يشرب إزازة مية ساعة هيتأثر جدا صحيح فبالتالي النبات نفس الوضع الإجهاد الحراري بيأثر عليه طيب أنا الإجهاد الحراري ده هيأثر عن نبات بتاعته بس إيه مرتين في اليوم جميل خاصة في الجو اللي أنا فيه يعني في عزل زروة الشمس ما نسقيش الزرعة يا موت هالي يا قبل الفجر يا بعد الغروب يا بعد الغروب جميل جدا أسئل زرعة وما دهاش مية كتير علشان خاطر إحنا قلنا الحرارة بتنشف الطبقة اللي فوق وفي نفس الوقت الحرارة بتعمل زبول فأول ما شوفها كده لا ده عطشانة قول هي مش عطشانة لأن داخل الأصرية ما زالت الطربة رطبة فأنا بعمل الآتي الجو بيبقى إلى حد ما رطب الرطبة عالية جدا فبخسل الزرعة وبد مية مش كتير ليه أنا بحاول الطبقة اللي فوق الناشفة دي أبللها بالماء وفي نفس الوقت الزرعة نفسيها بسقيها وبخسلها فبالتالي بتاخد منظر جمالي في حتة إن أنا بشيل كل الأتربة من على الورق واخسل الصجب بتاعها وما تبقاش فرصة لتربية الأفات والأمراض لأن أنا بخسل الورقة باستمرار بالإضافة إن أنا بدي المقنن المائي عشان خاطر ما يموتلش الزرع ويبقى الموضوع سهل جدا وما الصعب جميل جدا يمكن حالتك جاوبت على أسئلة يمكن كنت لسه هطرحها وهي مهمة جدا إنه إن إحنا يعني ليه نسئل أو ليه نرش الأفرع بتاعة الزرع النفسها هل قلدي بنرش التربة بتاعة النبات فلأ يعني ده بيدي منظر جمالي وبيخلي الجفاف اللي بين ده بيروح جميل طيب هل هنا في فترة الحرارة وفترة الموجات الحرارية دي يعني هل لو أنا سقيت كل تلاتيام أو كل يومين هل ده في ضرر برضو يعني فيه ناس يقول لك عدم التفريط وعدم التعطيش يعني ما تزودش وما تعطاشش قوي هل لو حد مثلا ظروف العمل بتاعته وحد بيسافر هل ده خطر على الزرع في أوقات الموجات الحرارة الشديدة اللي احنا بمر بيها ده الصدمات بتؤثر على النبات بشكل غير عادي بمعنى لو أنا عطشت الزرع قوي وسائتها فده بتأثر على الخل الفسولج داخل النبات فبلاء الزرع ما بتدينيش الرونق الأساس بتاعها صحيح الزرع بتبقى وغدى على توقيت معين في الري بيتناسب مع درجة الحرارة الموجودة صحيح لو أنا بسقيها يوم في اليوم مرتين وسائتها بعد كده كل تلات أيام ده بتأثر على النبات ناس ما تجيبش زراعة أو نباتات في بيتها وتظلمها يعني مش فاضي أزرع من الأول ما نجيبش أعتقدش لكن نموت الزرع ونهمله أو نكون عندنا ظروف مش مناسبة يبقى يفضل من الآخر لا صحيح ولا لا أنا يعني أنا ضد أي حد يقول النباتات مش موجودة في البيت لأنها بتطفو بهجة وجمال ورونق وجانب نفسي وما إلى ذلك على الشخص نفسه ويبقى ذاتي لكن لو مش ههتم بيها لا لو مش هنهتم بيها يبقى قلتها قلتها لأن أنا هموتها حدك معايا إنه إذا كنتش هجيب ده كائن حي زي وزي اللي بيجيب مثلا النهاردة قطط وكلاب برضو في البيت وفي الآخر يهملهم ويرمون في الشارع أنا بعتبر إن إحنا يعني من باب الترفيه أو من باب إن إحنا نجيب حاجات نفرح بيها أو في الأول في الآخر أو المنجرات ما تتبل أو يحصل لها أي فتريات أو بكترية نيرميها فده أعتقد كمان أنا حاسب عليه فلازم نجيب الزرع ينهتم بيه ونكون فضيين زي كده مرة الصبح ومرة بالليل في الموجات الصعبة دي يعني من نقتنيش حاجة إحنا مش قدها أو مش قد العناية العناية بيها طيب جزئية بقى كمان التقليم أقلم الزرع بتاعتي أو النبات إزاي في الصيف أولا النبات ده كائن حي أعتبره ده حاجة أنا بتعامل معها حاجة حية نعم باستفاد منها زي ما قلنا غزاء علاج دوية جانب نفسي صحيح لازم أعتبر إن أنا أنا المستفاد من الزرع فبالتالي لازم أربيها تربية عالية جدا جدا عشان أخذ منها اللي أنا عايزة ده قريد إحنا نتفق على ذلك عملية التقليم إحنا ما بنجي في الجو الحر ده المشاكل العديدة اللي بيلاقيها الفلاح أو المربي من النباتات الجو الحر مع المية مع التسميد إحنا بنفاجأ الزرع كبرت وبقت في رونك غير عادي طيب لو أنا سبت الزرع خاصة لو قلنا محصول زي محصول المنجة أو الجوافة أو التفاح أو ما إذلك من كل المحاصيل بنلاقي التكتل العالي من مجموع الخضري مع الري اللي موجود بيعمل رطوبة الرطوبة دي بترب الأمراض اللي إحنا بيعاني منها الفلاح المن تريبس البيض الدقي البيض الزغبي الحشرات عديدة جدا وفطريات عديدة جدا فلازم أكشف قلب الشجرة فلازم أقلمها أقلمها في الجو الحراري العالي ده بحيث أن أنا بكشف قلب الشجرة عشان يخش لها الشمس ويخش لها الضوء والهوى والحرارة والكلام ده كله فلازم أقلم التقليم ده مطلوب مني جدا 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 علشان خاطر أن أنا بحاول أقلل من الأمراض اللي بتجيلي عن طريق التكتلات الخضرة لأنه أنا ما باجي عليها بتكلفني كتير جدا فبالتالي التقليم ضروري 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 كل قد إيه؟ كل ما بشوف النبات يعني إحنا مثلا أما نيجي نقول مثلا المانجة مثلا أنا بقلمها مرة واحدة في السنة إمتى؟ بعد ما بأخذ الطرح منها ببدأ أن أنا أقلم لأن فيه تكتلات خضرية موجودة فبقلم مثلا أوريدي الملوخية كده كده أنا بقصها الجرجير كده كده أنا بقصه فهو كده بيتقلم لوحده لأن أنا باستفاد من نواتج التقليم بتاعته اللي أنا باستخدمها في الأكل بتاعي أو المشرب بتاعي زي النعناع الريحان البردقوش الروزمير الكلام ده كله يعني في الغالب بعد الطرح بعد أخذ الطرح بتاعي من النبطة استعدادا للسنة الجاية ليه؟ لو قلنا مثلا المنجة المنجة بترمي الصمرة بتاعتها طرفية فبالتالي أنا عايز يطلع دف أو دفين يعني إيه؟ إنبات ورقي مرة أو اتنين بحيث أن أنا مجرد ما أخذ الصمرة بتاعتها أقلمها علشان استعدادا للعمل قادم على طول هل صحيح إنه رش المبيدات الكيموية في الوقت ده أو في الأجواء الحارة دي بيستهلك من طاقة النبات؟ مما لا شك فيه طبعا هو مؤثر مؤثر ليه؟ إحنا عندنا في حاجات زي إيه؟ أنا ما باخد العلاج أنا عندي فيروس أنا عندي بكتيريا أنا عندي أي حاجة فباخد العلاج هل العلاج ده كويس؟ هو أصلا على جسم مش كويس لكن أنا مضطر إن أنا أخده لأن الحالة المرضية اللي موجودة عندي لازم أخد فيها العلاج النبات هل هو بيحتاج الكيمويات علشان خاطر هو يزدهر؟ لا هي بتأثر بالسلب عليه لكن مضطر يأخدها علشان الآفة اللي عندي الفيروس اللي عندي الحشرة اللي عندي مضطرة نعالجها فبضطر إن أنا لازم أرش السماد أو الرجل مارش الكيمويات المبيدات اللي تقضي على الحشرة نهائية فأنا مضطر ده كمان يعني برضو بخصوص السماد نفس الكلام بينطلق مارشش سماد بكسرة مع مع الأوقات أو الموجات الحارة دي؟ إحنا عندنا السماد نعين وإنا بحط السماد ليه؟ من كسرة الري المية أو الأرض بتفقد العناصر الموجودة بتاعتها فبيتم نقص عناصر عديدة فأنا بخش بالعناصر دي علشان أعوض النبات وهو في أشد الاحتياج لها العناصر دي فيه عناصر كبرى وعناصر صغرى مهمة أوي النبات علشان يكتمل لازم يبقى موجودة العناصر دي جواه عناصر الكبرى الـ NBK مثلاً والعناصر الصغرى اللي هي العناصر العديدة زي البرون ماغنيسيوم زانك الكلام ده كله فالنبات بيكون فيه أشد الاحتياج لها الحاجات دي العناصر دي بتتواجد فيه حاجتين السماد الطبيعي اللي هو العضوي زي الكمبوست مثلاً فأنا ببدأ أعوض النبات عما فقدوا من خلال الري واحتياج النبات لهذا العنصر فبضطر إن أنا أديله الكمبوست ده وسماد عضوي بس أنا دايماً التعامل بكتيريا لاهوائية فما حطش السماد فوق أنا بشقرف يعني إيه أشقرف أقلب الطربة وبعد كده بحط السماد بتاعي وأقلبه علشان ينزل تحت الطربة الأساسية اللي موجودة فكده بيبدأ التفاعل لهوائي يستفد منه النبات أيضاً فيه سمات كيماوي هو أسرع شوية لكن هو بيديني قوة عالية جداً زي مثلاً الان بيكي أنا عندي نباتات زي الخضر بدي ان بيكي لأن الان بيكي ده متعادل عشرين عشرين مثلاً تسعتاشر 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 وكل الناس بقيتعرفاه لأنه هو بيقوم بحاجات مجموع جزري مجموع خضري الظهر اللي موجود أنا بديله التعادل عشان أمشيهم كلهم مع بعضهم إن بيكي متعادل لكن أما باجي بقى اهتم بالصمرة بدي الفصفور أعلى شوية وبعد كده بدي البوتاسيام أعلى شوية علشان خاطر الصمرة بتاعت بتبقى فيه رونة جميل جداً وشكل كويس وتزداد حلوة الصمرة فإحنا بن السماد مهم جداً جداً للنباتات جميل السماد للزراعات المنزلية بيختلف عن السماد للزراعات العادية أو مساحة هو هو نفس الاحتياج نفس نفس الاحتياج لأن ده نبات هو بيحتاج إيه زي الخلية مثلاً ما بتحتاج إلى البروتين عشان تتكون الإنسان بيحتاج إلى البروتين علشان يبقى تمام فبالتالي لازم البروتين ياخدو الإنسان سواء طفل رجل شاب سيدة لازم البروتين أصلاً يتاخد فده سماد السماد ده سواء كان خارجي أو داخلي لكن لكن هو بيتوقف على إيه احتياجي لإيه وطبعاً زي ما حدك قلت لنا فوائد السماد إيه وبتعمل إيه في النبات فبالتالي مهم جداً عشان لو كمان عندي حاجة مسمرة بيزيد بيزيد الشكل السمرة وبيخليها كلها حيوية في مناعة أكتر أنا عارفة أن الزراعة المنزلية عايزة وقت أطول عايزة مش فقرة واحدة عايزة حلقات عشان نتكلم عن موضوع الزراعة المنزلية ومع الأجواء الصيفية اللي احنا بنمر بها دي أكيد محتاجين نتعلم أكتر من المهندس عبد الرحمن أحمد خميج زراعة الأسطح واللندس كيف نورتنا الصرح الطيب الجميل جدا أشكرك شكرا جزيلا ويعني أتمنى حضرتكم تكونوا استفدتوا النهاردة من هذه الفقرة نكون قدرنا نعي شوية بعض المعلومات أنا عارفة البسيطة لكن مهمة جدا عشان نتعامل مع الزراعات المنزلية في هذا التوقيت طبعا هيكون معينا إن شاء الله يعني حلقات تانية وفقرات أكتر نتكلم فيها بتوسع أكتر لكن بكده فقراتنا الأولى انتهت هننتقل حلقا لفقراتنا التانية لكن بعد فصل قصير استنوا